الوضع على حاله في كهبوب فهذه السلسلة الجبلية الواقعة في مديرية المضارب والعارة بمحافظة لحج والقريبة من باب المندب كانت ولا تزال مسرحاً للمواجهات بين قوات المخلوع صالح وميليشي الحوثي من جهة والمقاومة الشعبية من جهة أخرى تفرض المقاومة الشعبية حتى اللحظة سيطرتها على معظم المناطق المحيطة بجبل كهبوب وهدفها هو إنهاء الوجود المسلح للإنقلابين في هذه السلسلة الجبلية الهامة لا تتوقف الاشتباكات والمواجهات والعملية بين كر وفر بانتظار تغير في معطيات المعركة والتي تتطلب دعماً إضافياً للمقاومة والجيش لتتكامل مع التدخلات المتقطعة لطيران التحالف في هذه المنطقة المواجهة في طول جبهة المتدت على الحدود المشتركة لمحافظتي تعز ولحج لا تكاد تتوقف من كهبوب إلى كرش تشتد هذه المواجهات أحياناً وتهدأ أخرى وتبقى آثارها شاهدة على عنف هذه المعارك يستميت الإنقلابيون في إعادة تعيين حضورهم في تقوم هذه المناطق الحدودية الشطرية السابقة وإبقاء تهديدهم مستمراً عليها لغاية جيوسياسية مستغلين سياسة تبدو مثيرة للإستغراب كانت قد قضت بتوقف الجيش والمقاومة الشعبية الآتيان من العند عند هذه الحدود قرار أبقى الخطر بنفس مستواه من التهديد وسمح بحدوث اختراقات خطيرة تستهدف المكاسب الهامة لمعركة التحرير ويتعين اليوم التعاطي معها بأفق وطني يتماشى مع العودة النهائية للحكومة الشرعية إلى عدن والمناطق المحررة